ها هي اللمسات الأخيرة توضع هذه الأوينة لإطلاق حفل افتتاح استاذ جابر الدولي افتتاح يليق بعظمة هذا الصرح الرياضي الذي يفاخر به كل الكويتيين فالتجهيزات قائمة على قدم وصاق من قبل جميع الجهات والفعاليات المشاركة في حفل افتتاح هذا وعلى رأسها وزارة الداخلية المنوت بها العديد من المهام الرئيسية والتي أعدت اليوم خطة أمنية متكاملة بالنسبة حق الخطة الأمنية الموضوعة من قبل وزارة الداخلية خطة محكمة تقدروا تقولين أن جميع قطاعات وزارة الداخلية تشترك في هذه الخطة نتكلم عن الأمن العام نتكلم عن المرور نتكلم عن النجدة نتكلم عن أكاديمية ساعد العبدالله العلم الأمنية سواء بحضور الطلبة وتواجدهم وانتشارهم عبر مدرجات نتكلم عن تهاز الأمن الوقائي نتكلم عن البحث والتحري والمباحث الجنائية نتكلم عن الإعلام الأمنية والعلاقات العامة نتكلم عن طيران العمودي أجهزة كثيرة كلها انصارتها من فريق واحد الهدف منها بأن ترسب سياسة واضحة بأن وزارة الداخلية أعدت خطة محكمة تنفيذية على أرواقع إطارها جانبين أمني ومروري واحترازي استعدادات أمنية وسعة النطاق وإجراءات احترازية على مستوى عال تعمل وزارة الداخلية على تطبيقها آملة من الأخوة المواطنين التعاون معهم ومساعدتهم في تطبيق هذه الإجراءات الكلمة اللي حب أوجهها لكل من يحب أن يحضر معنا هذه الفعالية نقول له تعالي مبتشر حضورك مبتشر أول شيء في راحلك وفي أيضا نوع من سعة للأجهزة الأمنية بأن تنتهي من الإجراءات الأمنية ثاليا تقدر توقف سيارتك بكل أريحية تنتقل عبر الواس إلى البوابات التفتيش ومن ثم تنتقل إلى المدرجات وتلاقي المكان اللي هو فعلا تحس أن كنتم مستمتع فيه في المشاهدة الأمور الثانية بأنه نبي نوع من التفهم مع أخوانكم رجال المرور ورجال الأمن العام بأنه اللي حضر سوى بالمفارز بالتوجيه إلى المكان المخصصتك أو بالركوب الباصات أو أيضا بإجراءات التفتيش هذه الأمور كلها راح تلاقي كل سعة الصدر وابتسامة والرحابة من قبل أجهزة الأمنية نبي أنكم بس شوية تدفهموا معنا توسعون صدوركم مع تضايقهم الإجراءات لأن اللي قاعد نعمله كلها منكم ولكم والأمنكم وسلامتكم بالدرجة الأولى والأخيرة إذن هي أيام معدودة وتنطلق احتفالية أستاذ جابر الدولي كشارة لبدء دخول هذا الصرح الرياضي الكبير حيز التنفيذ ديما ده حدى لتلفزيون دولة الكويت